لا يخفي المصرفيون في لبنان قلقهم إزاءة ضغوط الأمريكية الأخيرة على القطاع المصرفي عبر قانون جديد يعاقب أي متعامل أو ممول مفترض لحزب الله المدرج على لائحة الإرهاب الأمريكية رغم إقرارهم بعدم وجود حزابات للحزب في المصارف اللبنانية ويؤكد الخبراء في القطاع المصرفي أن لا خيار أمام المصارف اللبنانية إلا الالتزام بالقرارات الدولية كما أن القطاع المصرفي يتأيد بالعقوبات الدولية التي تفرض على أشخاص أو مؤسسات أو حتى بلدين فاليوم أي قانون بيطلع أو أي عقوبات تطلع المصارف اللبنانية جاهزة عندها الإلية وعندها الموارد البشرية وعندها الخبرة أنها تتعامل معها أي تحويلة من أي بلد بالعالم بالدولار الأمريكاني يريد أن يمروا من خلال النظام المصرفي الأمريكاني فاليوم لا يمكننا أن نهمل أو لا نأخذ بها عن الاعتبار هذه القرارات إن كانت محقاة أو غير محقاة هذا موضوع مختلف كليا هذه القرارات الأمريكية ومدى التزام المصارف اللبنانية بها ستكون محور نقاش بين مسؤولين ماليين أمريكيين ولبنانيين في الأشهر المقبلة خاصة مع فرض واشنطن عقوبات إضافية على شخصيات لبنانية لارتباطها بحزب الله أنا بعتبر هذه المرحلة دقيقة جدا ومن أخطر المراحل بلا حد ما عم بيطال هذا الأنون بمظهره الخارجي منظمة اسمها حزب الله اللي منعت المصارف اللبنانية تتعامل معه وأنا بأكد هون أنه لا يوجد تعاطي مع المصارف اللبنانية مع المنظمة حزب الله ولا يوجد أي حسابات للحزب ضمن القطاع المصف اللبناني ويبقى للسلطات الأمريكية تحديد الأشخاص الذين لا يمكن للمصارف اللبنانية التعامل معهم لارتباطهم بحزب الله وهو ما حصل قبل أيام عند صدور قرار بحق رئيس إحدى شركات الاستثمار اللبنانية بتهمة تقديم دعم مالي لحزب الله جرت العادة أن يزور وفد مالي لبناني العاصمة واشنطن كل ستة أشهر لبحث آخر التطورات في القطاع المصرفي مع السلطات المالية والمصرفية الأمريكية غير أن زيارات المسؤولين اللبنانيين ستتكرر في الأشهر المقبلة على ضوء القرار الأمريكي الأخير لضمان استقرار القطاع المصرفي لاري ساونسكا نيوز عربية بيروت